اشتركوا في القناة قال المسعودي وكذلك ان خاف ان تنكسر قلوب المسلمين لرجوعه فليس له ان يرجع وان كان ذلك بعد الفقاء التحفين ففي قولات الحق في هذا الباب بانه ان ازل له فبعد ما وصل لا ما تخاف يا محمود ما تخاف هم لا يعكرون صفي لان انا جربت هؤلاء كنت مزيونا ومع هؤلاء ايضا اذبت لهم عندهم مرض نفسي عندهم مرض نفسي وسفرت من واحد ساعتين وبعد ما بيانت له الحجج البطيلة التي يتمثج بها قام قال لي ما اريد اشوف مثلك مرة ثانية في هذا المكان والمشكلة انا اريد هدايته واريد ان اخذ بيده لنصرة الدين حقا وما يريد هو يريد نصرة الدين على هواه على ما يريد هو فقط ولذلك اطلق يطلق على طول يعني علماءنا يقولون تعرف المعتزلي انه يطلق على اهل السنة والجماعة الالقاب كما فعل الاشعارة والمعتزلة انهم حشوية وانهم مجتمة وهذا طيلة في ابن ثامية طيلة في ابن ثامية هذا الشلاف وهذا كلام ليس بلايه كلام فيه شدة وحدة على ابن ثامية نفسه فهم اصلا عندهم بعض المرض النفسي فهم لا يعكرون صفي بحام الحوالي ان انا خلاص جربت هؤلاء واعلمت ما فيهم يعني حتى بعضهم كانت اعلاني قلت انتم المشكلة في مرض نفسي عندكم هو الذي يؤثر على الاحكام عندكم فما في علم وفيه مرض نفسي ما تستفعل لا يمكن ان ترى بعد ذلك خيرا ارادوا الدين حقا لكن بهواه والدين لا ينتصر الا بوفق ما جاء به الشرع لا يمكن الدين لا يمكن ان ينتصر الا بوفق ما جاء به الشرع بيقول هنا اذا كان بعد انتقاء التحفين يعني التقى الصفان والوالد بعدما اذن قال لا اذن لك ارجع ارجع فهل له ان يرجع ام لا بعد انتقاء الصفان احنا قلنا بانه ينقلب فرض كفاة فرض عين اذا التقى الصفان في وجهان عندنا في المذهب احدهم ليس له ان يرجع لقوله تعالى ومن يولهم يوم اذن دبره الا متحرف لقتال او متحيز الى فئة لا ليس بمتحرف لقتال ولا متحيز الى فئة ولان رجوعه في هذه الحالة ربما كان سببا لهزيمة المسلمين فلم يكن له ذلك والثاني يجب عليه الرجوع لان طاعة الوالدين وادب والجهاد فرض الا طبعا وادب فرض هذا كلام الاحناس مع كلام الاحناس المسلمين فلم يكن له ذلك والثاني يجب عليه الرجوع لان طاعة الوالدين وادب وفرض طبعا واجه الجهاد والجهاد فرض هذا كان من احناس الذين يفرقون بين الوالد والفرض ولا فرق عند الجمهور بينهما الا ان طاعة الوالدين اثبت فكانت بالتقديم احق والصحيح الرجح والاول وانه لا يرجع فان احاط بهم العدو جاهز له الجهاد من غير ابن الوالدين ومن غير ابن الغريب لان ترك الجهاد في هذه الحال يؤدي الى الهلاك وان مرض الجهاد وان مرض المجاهد مرضا يمنع وجوب الجهاد عليه او عمية او عارجة العضاء التي انزلها الله جل في علا فان كان قبل التقاء الزحفين جاهز له ان يرجع وان كان بعد التقاء الزحفين جاهز له ان يرجع ايضا على المشهور من المذهب وخرج بعض اصحابنا القرى ثانيين وجها اخر انه ليس لو ان يرجع كما قلنا في احد القولين في رجوع الغريب والابويل بعد التقاء الزحفين والاول اصح لانه لا يمكنه الجهاد مع المرض والعمى والعرض بخلاف رجوع الغريب والابويل فرع ويكره الغز بغير اذن الايمان او الامير من قبله لان الغز على حسب الحالة وهما اعلموا بالحالة اليه ولا يحرموا لان التغرير بالنفس يجوز في الجهد التغرير بالنفس يجوز في الجهد لكن لابد ان نقول التغرير بالنفس ليس على ازهاقها التغرير بالنفس يجوز وليس يعني ليس على ازهاقها ولكن كما قلنا تحمل المخاطر دون اليقين من إزهق النفس هذا الأصل مسألة قال الشفعي وأحب للإمام أن يبعث إلى كل طرف من أطراف بلاد الإسلام جيشا ويدعالهم بإيذاء من يليهم من المشركين ويولي عليهم رجلا عقلا دينا قد جرب الأمور لأنه إذا لم يفعل ذلك فلربما خرج عسكر المشركين وأدروا من يليهم إلى أن يجتمع عسكر من المسلمين هكذا حكى شيخ أبو حمد وذكر شيخ أبو إسحاق أنه يجب على الإمام أن يشحن ما يلي الكفار بجوش يكفون من يليهم وإن احتج إلى حفل خندق أو بناء حصن وأمكن لمن ذلك واستحب له أن يفعله لأن النبي صلى الله عليه وسلم حفر الخندق حول المدينة ولأن المشركين ربما أغاروا على المسلمين على غفلة أو بيتوهم ليلا فإن لم يكن هناك خندق ولا حصن يعني كان نكلوا بهم ويبتدأ أو يبتدئ الإمام بقتال من يليه من الكفار أصارتاً لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاس النسحة تقول لا إله إذا الله قاتل المشركين كافة فتحات الإسلام لابد أن تكون عند وجود القوة والقدرة على ذلك بقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا قاتل الذين يلونكم من الكفار ولأن ذلك أخف مؤنى إلا أن يكون أبعد منهم قوم من المشركين فيهم قوة وإن غفل عن قتالهم اشتدت شوكتهم وخيفة منهم فحين أذن يبتدئوا بقتالهم لأنه موضع طروراً جهة غزا في العام القابلي جهة أخرى ليعمهم بالنكاية إلا أن يكون في جهة من الجهات عدو شديد فيجوز له أن يقصده في كل عام ليكسر قلوبهم فإذا أراد الإمام أن يغزو المشركين فإنه يغزو بكل قوم إلى من يليهم من الكفار ولا ينقل أهل جهة إلى جهة أخرى لأنهم بقتال بقتال من يليهم أخبر ولأنه أخف مؤنة إلا أن يكون العدو في جهة من الجهات كبيراً شديد الشوكة وليس بإزائهم من المسلمين من يقوم بقتالهم فحين أذن له أن ينقل إليهم قوماً من جهة أخرى لأنه موضع ضروراً لأنه موضع ضروراً مثالاً وإذا أراد الإمام الخروج عرض الجيش ولا يجوز له أن يأدن بالخروج إلا لمن ظهر لمن ظهر منه تغزيل للمسلمين أو إرجافهم بهم أو من يعاون الكفار فالمخذر وهو أن يقول بالمشركين كثرة وخيولهم جياد والسلاحهم جيد ولا طاقة لنا بهم لأنه يجب أن الناس إذا سمعوا ذلك كما قال المنافقون عندما كان في غزة الحساب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ويبشرهم بكنوز كثرة وقيصر فقام أحدهم فقال هذا يبشرنا بكنوز كثرة وقيصر وأحدنا لا يخذ حادته خالياً والإرجاف أن يقول وراء المشركين مدد ونصر ووراءهم كمين ويخوف المسلمين منهم والعون أن ينقل أخبار المسلمين يكونوا عيناً يجس على المسلمين أن ينقل أخبار المسلمين للمشركين ويوقفهم على عوراتهم وضعفهم لقوله تعالى وقيل قعدوا مع القائدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبار والأوضاع خلالكم يبغنكم الفتنة وفيكم سمعون لهم يعني أنشرون الخلافة بينكم نعم فإن قيل وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج معه عبد الله بن أبيب سلول وهو رأس المنافقين وكان مخزلاً فالجواب كان أصحابنا السلم في كثرة وكانوا من البر والتقوى بمكان لا يلتفتون إلى تخزيره بخلاف غير النبي ولأن الله سعال كان يقبع النبي صلى الله عليه وسلم على كيد المنافقين وتخزيرهم فلا يتضروا به بخلاف غيره نقب عند هذه المسألة والاستعانة بالمشركين لا تجوز فلا يجوز ذو أن يستعين بالكفار على قتال الكفار من غير ضرورة ولأن عيشة رضي الله عن أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل أراد أن يقاتل معه وقال لا أستعين برجل مشرك ارجع فرده ثلاثا حتى أثم الرجل واندهت إلى ذلك حاجة بأن يكون في المسلمين قلة وما سعين به من الكفار يعلم منه حصن نية في المسلمين جاد لأن النبي استعانى بصفان بن أمية وهو مشرك على قتال هوازن واستعانوا منه العتاد نعم ولأنه كان حسن القول في المسلمين بعض العماء اشترس أيضا وقول رده النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا قال لا أستعين بالرجل مشرك كما قلنا لدعا في الضرورة بعض العماء قال أولا أن يكون حسن القول في المسلمين يكون تحت رائس أهل الإسلام ولا يكون فيه قوة لا ينفرد بخرار بل يرجع عمره إلى إلى المسلمين وأن يكون في المسلمين قوة لتنحيته إن أرادوا إلى ذلك هذا كله شروط وقيود للاستعانة من المشرك وإلا فالأصل حرمة الاستعانة بالمشركين أولو على المشركين فكيف يكون استعانة من المشركين على المسلمين سيئرات تجيوز بحال نقف عند هذه المسألة ولو في أسئلة تفضلوا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إن أنت أستغفرك وأتوب إليك إن الله وملائكة فهو يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ترجمة نانسي قنقر